القوات المشتركة تسقط مسيارة حوثية ملغومة في الجاح وأخرى في حيس جنوب الحديدة صد وهجمات حوثية بجبهتين مريس وبتار والقضاء على مجموعة حاولت التسلل جنوب مارف ميليشيا الحوثية تماهد لمجزارة أخرى بحق 11 متقلا بينهم امرأتان أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة أسقطت دفاعات القوات المشتركة طائرة مسيرة هجومية هي الثانية في أقل من 24 ساعة تابعة للميليشيا الحوثية تحديدا جنوب الحديدة وأفاد مصدر عسكري أن المسيرة الحوثية تحمل قنابل حاولة التحليق فوق منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقي وسرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها في حيس أسقطت دفاعات القوات المشتركة طائرة مسيرة هجومية تابعة للميليشيا الحوثية أفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن المسيرة الحوثية تحمل قنابل عيار 40 مليمتر حاولت التحليق فوق مواقع عسكرية غرب مدينة حيس وسرعا ما تم التعامل معها وإسقاطها يوشار إلى أن جبهة حيس شهدت تصعيدا خطيرا من قبل هذه الميليشيات خلال الأيام القليلة الماضية والتي تلقت دروسا قاسية على يد أبطال القوات المشتركة أحد طائرات ميليشيات الحوثة الكانوتية الاستطلاعية التي تم إسقاطها من قبل اللواء السابح الرأسة القمهورية وأبطالها ونقول لهم رسالة خبتم وخاب قنونكم وفي الضالة تمكنت القوات المشتركة من كسر تسلولات وهجوم حوثي باتجاه مواقعها في جبهتي باتار ومريس غرب وشمال الضالة سقط خلالها العديد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح تجددت المعارك في جبهتي باتار ومريس غرب وشمال الضالع خلال الساعات الماضية حيث تمكنت الوحدات العسكرية المرابطة في جبهة مريس شمال الضالع من كسر تسلل للميليشيات الحوثية باتجاه مواقعها وكذلك تصدي لهجوم آخر قامت به الميليشيات الحوثية باتجاه مواقع جبل وينان وحصل شداد والقهرة والزيلة وما جاورها استخدمت خلاله الميليشيات الحوثية مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة لكنها لم تحصد سوى الهزيمة والانكسار وسقط عدد من عناصرها ما بين قتيل وجريح في مساء عمس كان هناك محاولة تسلل ميليشيات الحوثية في منطقة بتار وتم تصدي لها وتحبيدها الخسائر فادعة في الأرواح والمعدات وأيضا كان هناك تسلل في جبهة مريس في عدة مواقع وتم كسر الهجوم والعدو وتكبيد خسائر فادعة في الأرواح والمعدات ومن هنا نناشد أبلاء المناطق الوسطى وأبلاء محافظة وتعز بالحفاظ على أبلائهم فإن نزولهم الضالع سيكون مصيرهم الهلاك وفي جبهة بتار المحاذية لمديرية الحشاء غرب الضالع حاولت الميليشيات الحوثية التسلل باتجاه مواقع القوات المشتركة لكنها مونيت بالفشل بعد تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد فأبطال القوات المشتركة المرابطة بجبهات الضالع يؤكدون بأن جهزيتهم عالية ومعنوياتهم مرتفعة ويحذرون أبناء المناطق المجاورة من الدفع والزج بأبنائهم إلى محارق جبهات الضالع نحن الآن في الجبهة الأمامية في الصفوف الأمامية في جبهات الضالع منطقة الفاخر وتحاول الميليشيات الحوثية بتسلل وتم كسرها إن شاء الله بإذن الله ونحن لهم بالمرصاد على مدر الساعة على كل 24 ساعة ونحن لهم بالمرصاد والمعنويات العالية مرتفعة فوق السماء أفشلت القوات المشتركة تسللات للميليشيات الحوثية باتجاه جبهتي موريس وبتار عقب ذلك اندلعت معارك عنيفة في جبهة موريس سقط خلالها العديد من عناصر الميليشيات الحوثية ما بين قتل وجريح محمد الشعبي لقناة اليمن اليوم أبطال في مأرب أحبطت القوات المحكومية محاولة تسلل حوثية جنوب المحافظة ودفعت الميليشيات الحوثية بإعداد كبيرة من عناصرها الانتحارية في محاولة منها للتسلل باتجاه مواقع في جبهة العبدية إلا أن القوات الحكومية استهدفت تلك المجامية وقامت بإحباط هذه المحاولة وأسفرت الاستهدافات عن مصرع كل العناصر الحوثية التي حاولت التسلل وفي مأرب أيضا شنت القوات الحكومية هجوما خاطفا استهدف مواقع تتمركز فيها ميليشيات والحوثي تحديدا في جبهة صروع غرب المحافظة وأسفر الهجوم عن سقوض قتلى وجرح في صفوفها بينهم قيادات ميدانية إضافة إلى تدمير آليات ومعدات قتالية فيما تم استعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر أيضا استهدف الطيران تعزيزات حوثية كانت بطريقها إلى هذه الميليشيات تحديدا أيضا في صرواح وأسفرت الغارات عن تدمير أطقم وآليات بما عليها من أسلحة وذخائر أما في شبوى شنت القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل هجوما معاكسا تمكنت خلالهم من استعادة مواقع مهمة في مديرة عسيلان غربية المحافظة وأكدت مصادر عسكرية وأخرى محلية استعادة القوات الحكومية مقر اللواء 163 الواقع في منطقة السويداء شمال غرب شبوى كما تمكنت من تحرير منطقة السليم بما فيها جبل السليم الاستراتيجي أشارت المصادر إلى تقدم القوات الحكومية والمقاومة باتجاه مفرق النقوب بمديرية عسيلان بعد أن انتهت الهجمة يوم أمس إلى السيطرة على مديريات بيحان وعين وعسيلان شمال غرب شبوى في السياق تشهد مديرية حريب في محافظة مأرب مواجهة عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي منذ مساء الثلاثاء بعد أن هاجمتها هذه الميليشيات من جهة مديرية عين التابعة لمحافظة شبوى قالت منظمة الهجرة الدولية إنها رصدت نزوح ثلاثمائة وثمان وعشرين أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي جراء تصاعد الأعمال القتالية في ثلاث محافظات وأضافت أيضا في تقريرها الأسبوعي حول حالة النزوح أن بين الثاني عشر وثامن عشر من سبتمبر الجاري نزحت ثلاثمائة وثمان وعشرون أسرة نزحت مرة واحدة على الأقل وأشارت المنظمة الدولية إلا أن أكبر عدد لحالة النزوح تم تسجيله على التوالي في محافظات شبوى بمائة وست وستين أسرة ومأرب بإحدى وستين أسرة البيضاء أربع وثلاثين أسرة والضالة بتسع وعشرين أسرة يحتفل العالم أجمع بيوم السلام العالمي إلا أن السلام المنشود في اليمن مرتهن بانتهاء وإنهاء ميليشيات الحوتي وتحت شعار ادخلوها بسلام شهدت العاصمة المؤقتة عدن أحياء لهذه الذكرى تزامنا مع احتفالات العالم باليوم العالمي لسلام والذي يوافق الواحدة والعشرين من سبتمبر من كل عام شهدت مدينة عدن احتفائية بهذه المناسبة تحت شعار ادخلوها بسلام والتي نظمتها مبادرة عندي أمل الشبابية اليوم العالمي للسلام يعني لنا كثير سواف اليمن بشكل عام أو في عدن بشكل خاص فهذا يوم مميز في ظل الوضاع الأخيرة لمرت في عدن من احتقاجات سلمية أو من توتر في الأوضاع الآمن فحبت مبادرة عندي أمل أنها تقوم تقدم هذا المهرقان السلام الخيري الإنساني الأول في قاعة ليلتي في المعلة ونحن كوننا نحن فنانين وممثلين مسرحين وسلمائيين ومقدمين والكثير من النجوم في عدن حبوا أن يشاركم هذه فرحتهم بنشر السلام عبر فقرات غنائية وعبر اسكتشات مسرحية فاليوم تسمعوها وبتشوفها بشكل عام تتكلم عننا السلام وأن السلام شيء مهم في المجتمع وبين من يحتفل في يوم السلام العالمي تتراقص الميليشيات الحوثية على أرواح اليمنين حيث جعلت من هذا اليوم يوما مشؤوما يوم دمار وانقلاب وقتل للأبية اليوم العالمي في السلام هذا يعتبر يوم مميز في جميع الدول التي تحتفل فيه واليوم العالمي هذا يجب أن يود السلام وان شاء الله نتمنى لبلادنا الجميلة أن يكون فيها تنتهي الحروب وتنتهي المشاكل هذه فيها وتكون ان شاء الله بلاد فيها الأمن والأمان ويقدر المستطاع بإذن الله والمشاكل هذه استغلوها بطريقة غير صحيحة في ميليشيات الحوثي وقعلت اليوم هذا اللي هو بدأ ما يكون يوم سلام صبح يوم دامي ميليشيات الحوثي جعلت هذا الشيء من السلام هذا يوم دمار يوم كئيب جدا من الحرب من الدماء التي تسيلها في بلادنا من قتل من كل شيء لكن بإذن الله بإرادتنا كما قلنا بإرادتنا وبإرادة السباب الموجودين في المناطق كامل بعم السلام غصمنا الأي كان احتفائية عبرت عن السلام رسمت على لوحاتها شعارات معبرة عن المناسبة ومعاناة اليمنيين جراء العبث الحوثي الحاصل في البلاد هذه الجماعة الحوثية أصبحت جماعة إرهابية بامتياز لا تفرق عن جماعة داعش ولا عن جماعة القاعدة ما قامت به من آخر عدمات ميدانية على أبنات هاما هي تؤكد بأنها جماعة إرهابية لن تخطوض نحو السلام نحن نقول يعني كل الأياد اليمنين امتدت إلى السلام هذه الجماعة توقع الاتفاقات والاتفاقات وتنقضها وتقوم بقتل اليمنين ليلة ونهار هذه الجماعة لن تعود للسلم إلا في ظل وجود قوة رادعة لها لأسف الشديد نقول إحنا لأن هذه الجماعة لا تؤمن بالسلام هذه الجماعة تؤمن بالسلاحة تستخدم الناس الأبريات تستخدم الفقر والقوع تستخدم الناس لأدوات لها لقتل اليمنين جميعا فيجب مواجهتها بشكل كبير ونقول كي يحل السلام يجب أن تتهي هذه الجماعات الكهونتية ومع ذكر السلام يمد اليمنين أيديهم للسلام آملين من المجتمع الدولي أن يستوعب معنى السلام في اليمن بطريقة تجعل ميليشيات الموت أن تمتثل للسلام وتنتهي معاناة اليمنين ويعم السلام والأمن ربوع الوطن حذرت أوصاد حقوقية من جريمة أخرى تهيئ لها الميليشيات الحوثية بحق 11 معتقلا في سجونها بعد صدور حكم إعدام بحقهم من قبل محكمة تابعة لهذه الميليشيات وقضت المحكمة الجزائية التابعة للحوثيين بإعدام 11 معتقلا بينهم الميليشيات وجهت لهم الميليشيات تهم التخابر مع العدوان لتبرير ما تخطط له ضدهم تخشى الأوساط الحقوقية أن تقدم هذه الميليشيات على ارتكاب الجريمة ضد هؤلاء في ظل صمت حقوقي دولي كما حدث مع تسعة من أبناء الحديدة بينهم طفل قاصر قامت بإعدامهم هذه الميليشيات بتهمة قتل صالح الصماد المحكمة التابعة للميليشيات الحوثية قضت بمصادرة أموال المتهمين المحكومة عليهم إلى خزينة الحوثيين ما يثير القلق بشأن مصير هؤلاء من شروع هذه الميليشيات بمسلزل الأعدامات الجماعية ضدهم والمتقلون الذين حكمت عليهم الميليشيات بالعدام هم محمد المالكي علي محمد الشاحدي حنان مطهر الشاحدي الطافحي المطري نجيب البعداني سمير مسعد العماري أصام محمد الفقيه عبدالله عبدالله مقريش نبيل هادي الآنسي عبدالله علي الخياط وعبدالله محمد سوار واستقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 6476 انتهاكا قامت بارتكابها ميليشيات الحوثي بحق النساء على وجه الخصوص موزعة على 19 محافظة وأشرت الشبكة في تقرير لها أن الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الميليشيات في محافظات الحديدة وضالع تعز حجة دمار لحج ومأرب ريمة شبوى وإب وأبين وأمنة العصمة والبيضاء والجوف وصعدة وصنعاء وعدن وعمران وكذلك في المحويد خلال الفترة من يناير 2015 وحتى يونيو 2021 تنوعت بين 1691 حالة قتل وثلاثة آلاف و741 حالة إصابة جراء القصف المدفعي وانفجر الألغام والعبوات الناسفة وكذلك أعمال القنص والإطلاق العشوائي للرصاص الحي بالإضافة إلى 770 حالة اعتقال واختطاف منها 195 حالة إخفاء قصر و70 حالة لتعذيب النساء في اليمن إذن أوضاع مأساوية تعيشها المرأة اليمنية في ظل سلطة هذه الميليشيات التي أفقدتها المعيل وزجت بالنساء في السجون وكذلك في المعتقلات السرية في زمن الحوثي فقط امتهنت كرامة المرأة اليمنية وجعلتها ميليشي الحوثي تدفع فاتورة ضاهظة من مشقة الحياة وشظف العيش وفقدان المعيل بل اعتدت عليها وضربتها وأدخلتها السجن وجعلتها تتسطر قائمة أعلى الانتهاكات بحق المرأة على مستوى العالم بعد أن وصل بها الحال إلى النزوح والتشرد والبحث عن معيشة كريمة ومأوى آمن بعيدا عن الحرب ست سنوات بدءا من مطلع يناير 2015 وحتى يونيو من العام الجاري ارتكبت خلالها ميليشي الحوثي نحو ستة آلاف وخمسمائة انتهاك وفق ما رصده الفريق الحقوقي والميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات تنوعت بين حالات القتل والإصابة بالقصف المدفعي وانفجار الألغام والعبوات الناسفة وكذا أعمال القنص وإطلاق الرصاص العشوائي الحي بالإضافة إلى حالات الاعتقال والاختضاف والإخفاء القسرية وفي محافظة إب تصاعدت الانتهاكات الحوثية ضد النساء خلال الأسابيع الأخيرة في وقت تعددت فيه أشكال التعصف الحوثية بين التجويع والحرمان والاعتداء والقتل والإخفاء القسرية والتعذيب حيث أوضحت مصادر حقوقية أن النساء في مركز المحافظة وفي المديريات التابعة لها لا يزل يدفعنا نتيجة سياسات الميليشيا أثمانا بايضة حيث دفع العديد منهن حياتهن بسبب تعرضهن لبصش الجماعة وتنكيلها إما بشكل مباشر أو غير مباشر في ذكرى نكبة الحادي والعشرين من سبتمبر يحتف الحوثيون بتدميرهم مؤسسات الدولة وملشنتها وتعضيلها عن مهامها الخدمية بقوة السلاح وارتكابهم شتى صنوف القمع والتنكيل بحق المرأة اليمنية والتي لا يزال المئات منهن يقبعن خلف قضبان السجون ممن يتم تعذيبهن في سابقة لم تشهت اليمن من قبل الثورة السبتمبرية ما تزال كابوسا يقض مداجع العصبية الإمامية حتى اليوم رغم ما أتحت لهم من فرص للتعايش والانسهار في النسيج اليمني على قاعدة المواطنة المتساوية كسائر البشر وقامت بإنهاء الفوارق الطبقية المزمنة يوم أن انقلبت على الجمهورية في الحادي والعشرين من سبتمبر الفين واربعة عشر لم يقرأ المخدوعون بالإمامة الجديدة سبب اختيار شهر سبتمبر ليوم انقلابها فبعد إسقاط الإمامة العام الف وتسعمائة واثنين وستين ظل متعصبوها يرددون أنهم سيردون على الثورة بمثلها وهو ما تأكد مؤخرا في تغريدة لقيادي حوثي قال فيها إن جمهورية النعمان والزبيري والمطاع انتهت في الحادي والعشرين من سبتمبر الفين واربعة عشر ليؤكد بالدليل الدامغ أن الإمامة السلالية عادت بكل عفونتها رغم إنكار الحوثة صلتهم بها وبدءا من سرقة الرمزية السبتمبرية للثورة امتد انتقام الحوثة إلى إلغاء عيادها السنوية ومصادرة أناشيدها من الإذاعة وتلفزيون ومنع المواطنين من رفع أي شعارات تتعلق بها إلى حد اعتقال صاحب محل تجاري في ميدان التحرير لمجرد بثه أناشيد سبتمبرية لأيوب طارش وباتت صنعاية ما دون أي مظاهر احتفائية بأعظم أيامها باستثناء إيقاد شعلة بائسة للتعمية على المخدوعين وإمعانا في الانتقام طمس المسميات السبتمبرية من الشوارع والمدارس والمستشفيات والقاعات الجامعية والمعسكرات وأقسام الشرطة ولهم مع كل طمس حكاية فانتقام الميليشيا من ميدان السبعين الذي استبدلته بميدان الصماد يعود إلى ثأر قديم ضد ملحمة السبعين التي أنهت حصار صنعاء عام 68 وأخمدت بقايا الإمامة للأبد ومن استهداف السبعين إلى مجسم الجند المجهول وحديقته مستشفى السبعين للولادة لتتحول كلها باسم الصماد مرورا بمركز شهداء السبعين لمحو الأمية الذي استبدلته باسم حسين الحوثي وصولا لمستشفى 48 بصنعاء الذي تحول إلى جامعة الحادي والعشرين من سبتمبر ومستشفى 48 في إب أصبح مستشفى صماد انتقاما من ثورة 48 التي دشنها البطل القردعي بقتله للطاغية يحيى حميد الدين كما أن تغييرها لمستشفى العلفي بالحديدة الذي أصبح اسمه مجمع الساحل الغربي الطبي جاء انتقاما من بطل الثورة محمد العلفي الذي أطلق رصاصات الموت على جسد الطاغية أحمد عام 61 ومؤخرا استبدلت ميدان التحرير بصنعاء بمسمى ميدان الصمود وبدلا عن دبابة مارد الثورة في وسطه استبدلتها بمجسم لطائراتها الإيرانية المسيرة انتقاما من المكان الذي شهد إطلاق أول قذيفة على دار البشاير كما عبثت بالمتحف الحربي انتقاما من دور مصر العروبة في دعم الثورة فبعد إغلاقها للمتحف ثلاث سنوات أعادت فتحه بعد تشويهه كليا وإزالة المجسمة الذكاري لشهداء المصريين وكل صورهم لتستبدله بصورة مجسمة لصالح الصماد وصور حسين الحوثي وطاه المداني وملابسه وسراويله ونهبت القطع الأثرية والأسلحة والوثائق الخاصة بثورة سبتمبر لتستبدلها بصور ليوم انقلابها ونهبت كل مقتنيات وصور الرؤساء ورموز الثورات اليمنية ومنها مقتنيات الرئيس الحمدي والزعيم الصالح وأيضا تحويل نادي الضباط إلى مشروع تجاري للحوثي أسمته مدينة سامة ترفيهية انتقاما من تنظيم الضباط الأحرار الذي خطط وقاد الثورة وفي حجة دمرت النصب التذكاري لشهداء الثورة كليا وفي منطقة بلاد الروس بصنعاء استبدلت مدرسة علي عبد المغني بمدرسة الإمام الحسن انتقاما من عقل الثورة ومهندسها ومطلع 2015 غيرت أسماء شوارع صنعاء كالشارع الزبيري الذي أسمته شارع رسول الأعظم وحولت مدرسة جمال جميل إلى مدرسة صماد كراهية للثائر العراقي الكبير الذي كان أبرز شهداء ثورة 48 ومدرسة الأحمر إلى مدرسة صماد أما منزل السلال أول رئيس جمهوري فمارس عبد الكريم الحوثي ضغوطا كبيرا على أسرته لشرائه بمبلغ كبير إمعانا في إهانة رمزية نظام الجمهوري تداعيات كارثية خلفتها نكبة الحادي والعشرين من سبتمبر منها الاقتصاد اليمني الذي تقلص حجمه بأكثر من النصف وارتفعت الأسعار وتدهورت العملة الوطنية نكبة الحادي والعشرين من سبتمبر أنعكست نتائجها الكارثية على حياة اليمنيين منذ سبع سنوات والتي سيطرت على الاقتصاد بشكل كامل وتحكمت بإرادات الدولة ونهبتها لتمويل حربها العبثية حيث أعمدت ميليشيا الحوثي خلال السنوات الماضية إلى تعطيل الحياة العامة وأوقفت الرواتب وأفرغت مؤسسات الدولة من وظائفها وأوقفت مختلف الخدمات وأجبرت السكان على دفع الضرائب والرسوم والتبرعات الاقتصاد اليمني تقلص حجمه بأكثر من النصف وارتفعت الأسعار وانخفضت قيمة الريال وفقدت 70% من الأسر اليمنية مصادر دخلها الأساسي وانزلق 80% من اليمنيين تحت خط الفقر وأدى سيطرة الميليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة بقوة السلاح إلى شل الاقتصاد اليمني وتوقف حركة الانتاج وشلل كامل للحركة التجارية والانتاج والتصدير وفقدان أكثر من مليون عامل لوظائفهم لتزيد المجاعة وانعدام الأمن الغذائي وفق تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وافتعلت ميليشي الحوثي أزمات اقتصادية أدت الارتفاع حد في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية وأجور المواصلات والسلع والخدمات وحتى الزراعة التي كانت ملجاة لليمنيين بات ملايين اليمنيين المشغلين بالزراعة يفتقرون إلى سبل الوصول للمدخلات الحيوية وأصبحوا الآن أكثر عرضة للخطر وأقل قدرة على التعامل بسبب متاجرة ميليشي الحوثي بالوقود في السوق السوداء وزرعها للألغام في الوديان والمناطق الزراعية تتابعون بعض الفاصل سبع وثلاثون إصابة جديدة بكورونا في ستي محافظات وعلى معدات الوفايات في العالم أقول لك راح بالغداء لأهلها شلت الغداء وراحت بلو أهلها المزرعة المزرعة راكبت على حمارهم حتى نص المزرعة ومفجر فيها اللغم تعست على اللغم ومفجر فيهم الحمار انتهن ماتره وتبكعت رجليها نغير منها نشي نغير شبعنا لبنت نسابها من دور رجلي لبنت صافناها أقرب طبية وصافناها لأهلن بطرت رجليها كامل كنت أزود هلي وقابلني لعب وطبعته تحت اللظواية أهلا بكم قالت منظمة أوكسفا من الدولية إن اليمنيين يكيفحون ويواجهون موجة ثالثة من فيروس كورونا والذي يهدد 99% من السكان غير الملقحين وأفادت في بيان لها أن الحالة المسجلة لكوفيد 19 تضاعفت ثلاث مرات وارتفع معدل الوفايات بأكثر من خمسة أضعاف في الشهر الماضي وذلك بحسب المنظمة يستثنى من هذه الأرقام عدد لا يحصى من الوفايات غير المشخصة لأشخاص في منازلهم بسبب ندرة الفحوصات وكذلك أسرة المستشفيات وأضافت على الرغم من الوعود بأن المبادرة العالمية لتقديم اللقاحها ستحقق تغطية لتطايم بنسبة 23% على الأقل في جميع البلدان الأعضاء بحلول نهاية هذا العام تلقى أقل من هذه النسبة وهو واحد في المئة من سكان اليمن والذين تلقوا اللقاح بنسبة 30 مليون نسمة حتى الآن لم يتلقوا حتى جرعة واحدة فقط أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا تسجيل 37 إصابة مؤكدة بكوفيد 19 في 6 محافظات وقالت في حسابه على تويتر إن 14 إصابة سجلت في حضر موت و13 في عدن و4 في البيضاء و3 في تعز و2 في مأرب و1 في شبوة وأضافت أن 4 وفايات تم تسجيلها في حضر موت بالإضافة إلى تسجيل 19 حالة شفاء جميعها في حضر موت وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 8 789 منها 1658 حالة وفاة و5438 حالة التعافي عالميا تخطى المصابون بالفيروس التاجي حاجز 230 مليونا ونصف المليون شخص في وقتها وقت يشهد العالم تفش جديد للمتحورات دلتا على وجه الخصوص وذكرت آخر الأحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد 19 تجاوز 230 مليون وخمسمائة وخمسة وخمسين ألف شخص فيما وصلت الوفايات إلى 4 ملايين وسبعمائة وستة وعشرين ألف شخص وبلغ من تم شفاءه من هذا المرض 207 ملايين و275 ألف شخص وكشفت منظمة الصحة العالمية أن المتحورات دلتا تغط على المتحورات الثلاثة الرئيسية المثيرة للقلق في فيروس كورونا وذلك في العالم بشكل أجمع والتي باتت تشكل الآن نسبة صغيرة جدا من العينات التي يتم فحصها وقالت ماريا فان المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافعة كوفيد 19 إن أقل من 1% من المتحورات المتشرة حاليا هي من ألف وبيتا وغاما وتحورة دلتا هي الطاغية فعليا في العالم وأضافت أيضا خلال هذا اللقاء وخلال اللقاء مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن دلتا أصبحت أقوى وأشد عدوى من غيرها اشتركوا في القناة تتابعونا في الجزء الأخير من هذه النشرة مطالبات للحكومة بإلغاء قرار تعويم سعر العملة الصعبة وإنهاء نشاط نقابة البنك الأهلي نتابع الآن مجموعة من الأخبار الاقتصادية في هذا الملف جولتنا الاقتصادية نستهلها بالشأن المحلية حيث كشفت تقارير الاقتصادية أن مليشيا الحوتية حولت مؤسسة الدولة إلى إقضاعية خاصة منذ يوم النكبة في الحالي والعشرين من سبتمبر الفين وأربعة عشر إذ أقدمت على نهب احتياضي البنك المركزي البارغة نحو خمسة مليارات دولار وبلغت عوائدها من قضاع الاتصالات بنحو خمسة مليارات دولار خلال السنوات الماضية فيما بلغت مواردها من قضاع الضرائب فقط في 2019 مليارا وستمائة وواحد وخمسين مليون دولار وأضافت التقارير أن إيرادات المليشيا الصافية من مبيعات الغاز المنزلي بلغت ثلاثمائة وخمسة وعشرين مليون دولار سنويا وتتجاوز أرباحها سنويا نحو نصف مليار دولار من بيع المشتقات النفطية وتتلقى مليشيا الحوثي تمويلات من إيران ودول أخرى وتضارب بالعملة وتحتكل قضاع النقل الثقيل الداخلي وتواصل ابتزاز المواطنين والتجار بالضرائب والجمارك الباهضة والإتاوات لدعم ما تسميه بالمجهود الحربي ومناسباتها الطائفية تنصر في مرتبات الموظفين منذ أكثر من خمس سنوات وتفرض المليشيا قودا على بيع العقارات والأراضي كما صدت على أكثر من ثمانين في المئة من أراضي وعقارات ومتلكات الدولة في كل من العاصمة الصنعاء ومناطق سيدرتها وصدت باسم الحارس القضائية على ملكية أكثر من ستين شركة خاصة تابعة لشخصيات مناهزة لها في الخارج واستحوذت على نحو خمسين في المئة من عائدات أكبر ستة مستشفيات في الصنعاء وأكبر جامعة أهلية إضافة إلى حسابات مصرفية طالب اجتماع بسيئون برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الحكومة بإلغاء قرار تعويم سئر العملة الصعبة نظرا لارتباض بالدولة الاقتصادية في عموم البلاد وتأثير على سئر الصرف وانعكاسات السلبية على أسعار المواد الأساسية وحددت مصففة معالجات مقترحة أبرز وأهم المشكلات التي تسببت في ازيادة أسعار المواد الأساسية وإقرانها بالمعالجات المناسبة إلى جانب وضع البداء الممكن والمتاحة التي يمكن من خلالها السيدر على الدولة الاقتصادية والتي ينبغي تضافر الجهود وتعاون كافة الجهة المختصة لتخفيف معاناة المواطنين وتأمين المعيشة الكريمة لهم أعلن وزير الكهرباء والطاقة وصل الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية المدفوعة إلى ميناء الزيت في عدن والتي تقدر بأربعين ألف طن من المزود وكانت سعودية قد أعلنت نهاية تمارس الماضي عن تقديم منحة مشتقات نفطية بمبرغ 422 مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء في مختلف أنحاء اليمن نفذ عدد من موظفي البنك الأهل بأعدن واقفة احتجاجية لمطالبة بإنهاء نشاط نقابة البنك نظرا لما سموه بالفساد الذي تمارسه بحقهم والتلاعب بمستحاقاتهم واتهم الموظفون المحتجون نقابة بسحب الأموال للدخول في أراضي مشبوهة وأخيرا أعلنت السلطات اللبنانية عن زيادة جديدة في أسعار المحلوقات بعدما رفعت الأسبوع الماضي للبنزين واعتمدت سعرا جديدا للمازوة بالدولار ويعتبر هذا الارتفاع الجديد رفعا تدريجيا للدعم على المحلوقات الذي أقره مصرف لبنان والذي من المتوقع أن يرفع كليا مع نهاية سبتمبر حيث تم تحديث سعر صفيحات البنزين 98 أكتان بـ 209 ألاف ليرة والـ 95 أكتان بـ 200 ألف ليرة لبنانية تذكير بأبرز العنوين القوات المشتركة تسقط مسيرة حوثية ملغومة في الجاه وأخرى في حيس جنوب الحديدة قضوا هجمات حوثية بجبهتين مريس وباتار والقضاء وعلى مجموعة حاولت التسلل جنوب مارب ومليشي الحوثي تمهد لمجزرة أخرى بحق 11 معتقلا بينهم امرأتان إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر